على ما يبدو مؤامرات تدبر بليل بشأن اختيار أو انتخاب هذا المحافظ أو ذاك أو هذا رئيس المجلس المحافظة أو ذاك وبين الطعون التي تقدم نهارا لا أحد يعرف كيف وأين ومتى ترسل سفينة مجالس المحافظات مجالس المحافظات التي توقفت عشر سنوات باعتبارها حلقة زائدة عادت الآن لتتحول إلى حرب مفتوحة بين الحلفاء والحلفاء بين الخصوم والحلفاء وبين الخصوم والحلفاء هناك طرف ثالث يدخل على الخط مرة للتهيج ومرة للتهديئة وحتى الآن لا أحد يعرف أو مثل ما يقولون ما أحد يعرف رأسه من رجلية اللي انتخب خايف واللي بعده ينتظر خايف وما أحد يعرف كيف ستبدأ المشاريع ويصير الجو بديع والدنيا ربيع مثل ما يقولون بهالمحافظات رجعنا لقوانات المحافظات ويجيب لي الوخذ عتابة وكأنه ما سوانا شيء ولا أخذنا درس من تظاهراتنا وأحراق هذه المجالس اللي سموها المتظاهرين حلقة زائدة رجعنا المربع الأول على هذه النماطية اللي قاعد نشوفها والمؤامرات ما أعتقدك مشاريع رح تكون بهذه المحافظات ورحب بضيوفي الأستاذ حيدر الموسى وبعض في شأن السياسي حياك الله أستاذ حياك الله أستاذ كما ورحب الأستاذ بسام القزويني سياسي مستقل حياك قبل ما أبدأ هذا المحور مجالسي محافظات مؤامرات في الليل وطعوم في النهار شوف هذا التقرير وارجعنا